نحن الكلية الفنية العسكرية بتحتفل اليوم بتخريج الدفع 59 من الكلية الفنية العسكرية والحقيقة اللي بنقدم للقوات المسلحة والمصر بالكامل مجموعة من الزباط المهندسين القادرين على تعامل مع كافة نظم التسليح مسلحين بالتكنولوجيا مسلحين بالعلم الهندسي الكافي للتعامل مع كافة نظم التسليح داخل قوات المسلحة طبعاً زي ما حضراتكم عارفين أن النهاردة علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية بيتعامل محدد في الحروب الحديثة ويمكن أبرز مثال على كده الحرب الروسية الأوكرانية واللي بتبين أن كل التحكم بالكامل بيبقى من خلال الأقمار الصناعية فإحنا فطننا لكده داخل القوات المسلحة والكلية الفنية وانشأنا بالفعل أول قسم مختص بعلوم الفضاء بيتعامل مع كافة علوم الفضاء وبيأهل الطالب ليكون قادر على العمل في منظومات الأقمار الصناعية المختلفة بالإضافة إلى ذلك إحنا أنشأنا تحالف مصري بالتعاون مع جامعة ننجين في الصين لإطلاق أول أمرين صناعيين تعليميين على مستوى الكليات لإطلاقهم إن شاء الله في خلال السنة جاءة بإذن الله إن شاء الله طبعا التطوير عندنا في الكلية مستمر وكل خمس سنوات بنحدث المناهج الدراسية بتاعتنا عشان تتمشى مع أحدث التكنولوجيات وأحدث التطور العلمي الهندسي مش بس كده إحنا دايما التطوير عندنا في العملية التعليمية بيشمل أربع محاور رئيسية محور الأولاني ومحور الطالب نفسه محور الثاني هو محور عضو هاي التدريس إحنا عندنا عضاء هاي التدريس بالكامل حصلين على دكتوراه من الخارج سواء من الصين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية من كندا من إنجلترا من فرنسا من كافة الدول المتقدمة فإحنا عندنا التأهيل عضو هاي التدريس بيصب في مصلحة التأهيل والتعليم الهندسي بالإضافة لكده إحنا بنطور البيئة التعليمية ثم في النهاية بنطور المناهج نفسها وزي ما قلت لحضرتك إحنا كل خمس سنوات بنطور مناهجنا عشان تتمشى مع أحدث النظوم العالمية الحقيقة إحنا التعليم عندنا تعليم أساسي هندسي ثم عسكري فعشان كده جميع المعايير اللي بتنطبق على الطلبة المصريين بتنطبق على الطلبة الوافدين بالكامل سواء من ناحية التفوق في السنوات العامة من ناحية البدنية اليقاء البدنية من ناحية النفسية جميع المعايير والاشتراطات اللي بتنطبق على الطلبة المصريين بتنطبق على الطلبة الوافدين النصيحة اللي أنا بوجهها لأبناء الخريجين الحقيقة إنهم تبزل فيهم جهد كبير جدا في التطريب والتطوير والتعليم وإحنا نتعشى من الله سبحانه وتعالى إنهم يبقوا دماء جديدة تضخف شرعين القوات المسلحة يبقوا جاهزين دايما لقديم الدعم الفني لكافة منظومات التسليح داخل القوات المسلحة